أركان الإسلام خمسة الركن الأول أشهد ما معنى أشهد؟ يعني أقر بقلبي ناطقاً بلساني عاملاً بجوارحي لا إلهة يعني لا أحد أن يستحق أن يعبد كل ما عبد من دون الله في عبادته باطل أكفر بجميع ما عبد من دون الله أثبت العبادة الله أحد ولا شريك إلا الله يعني لا إله إلا الله بنا هذا البنا يقوم على ركني أحد أن يستحق أن يعبد أولاً أن تكفر بجميع ما عبد من دون الله أثبت العبادة الله أحد أن يعبد أولاً بلعبادة إذن فلابد من لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر بالطاغود ثم إيمان بالله شهادت مرحباً بجميع ما عبد من دون الله يجب أن يكون لدينا مهمة أيضاً بجميع ما عبد من دون الله ألا نعصي والنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبار به لأنه هو صدق المصدوق وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا جَعَنِ النَّبِي سَعْسَلَى يعني نبتدع لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام والله أعلم ونرى مرحة سبحانه وتعالى لنسوط شن يدنيه كي يجهدت سطفا من بسانيك صلى الله عليه وسلم لنساستي سنم أعرمنا إبليسا